صف الثالث السنوي محل امتحان الثانوية العامة التجريبي الثاني 2021 سؤال النحو من كتابنا كتاب البرهان المراجعة النهية صفحة 122 واحد من يطلب المجد بتوانن فهيهات ما يصب إليه بين المحل العرابي للإسم الموصول الوارد في المقولة السابقة مبتدأ فاعل مفعل به خبر طبعا هيهات اسم فاعل ماضي مبنى على الفتح طبعا ما بعده يعرف فاعل يبقى ما اسم موصول اسم موصول مبني في محل رفع فاعل يبقى احنا خدنا رقم با اتنين ميز مما يلعى الجملة التي وردت دها كم استفهمية طبعا كم الاستفهمية يأتي تمييزها مفرد منصور ولا يأتي بعدها حرف جر يبقى على طول كم من بطل ضحى من أجل وطنه دي خبرية كم عالم تمييزها مفرد مجرور بالإضافة يبقى خبرية كم أياد جمع مجرور بالإضافة خبرية من كم مرجع عدد تمادت بحثك هنا طبعا كم الاستفهمية التي تسبق بحرف جر تمييزها يجوز رفعه ويجوز نصبه يبقى احنا بناخد رقم دال يبقى اتنين خدنا رقم دال من كم مرجع عددت بحثك شوقا إلى وطني خفق الفؤاد بالحنين مين سبب نصب كلمة شوقا يبقى اصل العبارة خفق الفؤاد بالحنين شوقا إلى وطني اسأل نفسي لماذا خفق الفؤاد بالحنين يبقى شوقا مفعول لأجله منصوب علامة نصب الفتحة يبقى اجابة عن سؤال بلماذا يبقى احنا ثلاثة بناخد رقم جيم مفعول لأجله اربع وطني لئن قطعوا مني في سبيلك اليدين لا احتضنن لواءك بالمرفقين ولا احتسبن لربي مستشهدي ميزمالي اعراب الفعل الماضي قطعوا طبعا قطعوا قطع فعل الماضي مبنى على الضم الاتصال بواو الجماعة واو الجماعة ضمير متصل مبنى في محل رفع فاعل يبقى نبقى ناخد رقم الف مبنى على الضم يا حبيبي لا تسأل اين الهوى كان صرحا من خيال فهوى ميزمالي اعراب الصحيح للمنادى الوارد في البيت السابق حبيبي طبعا هي حبيب ومضافا يا المتكلم يبقى منادى مضاف منصوب علامة نصب الفتحة المقدرة لاتصال بيا المتكلم يبقى احنا بناخد رقم دان طبعا اي اسم متصل بيا المتكلم ومنادى على طول يبقى منصوب وعلامة نصب الفتحة المقدرة ست تعلمتو اني لست ببالغ من العلم نصفه حتى اعطيه كله ميز اعراب كلمة نصف فيها العبارة السابقة طبعا ببالغ نصف نصف العلم يبقى هنا بالغ اسم فاعل يبقى انا هناخد نقول اه مفعول به اسم الفاعل بالغ منصوب علامة نصب الفتحة الظاهرة يبقى مفعول به منصوب اسم الفاعل بالغ وعلامة نصب الفتحة الظاهرة قال الشاعر وَلَكُلِّ آثَامِ الدُّنَى مَغْفُورَةِ إِلَّا الْخِيَانَةَ ذَنْبُهَا لَا يُغْفَرُوا مَيِّن نوع اللام الوردة في البيت السابق طبعا هنا ولا كل لا طالما اللام هنقولك له اللام مفتوحة يبقى لام الابتداء مجرورة يبقى لام جر يبقى نعم ناخد سبع خدنا رقم با لام الابتداء مئة ثلاثة وعشرين إلزم الصدق ما دون تحية فإن الصدق من جاه باين نوع ما فيه المقولة السابقة طبعا ما مع مدامة مصدرية زرفية لا ينفعنا فيها ولا موصولة ولا شرطية يبقى احنا خدنا رقم با يبقى ما مع مدامة مصدرية زرفية باين مما يلي اسلوب التحذير الصحيح يحق إهضار الوقت فإن الوقت من ذهب طبعا جايب لي كلمة وبعدها فصلة منقوطة احذر احذر اهضار الوقت وجل السبب ان هو ان الوقت من ذهب يبقى دا كده اسلوب تحذير الحذر الحذر منفعش الحذر الحذر اهضار الوقت مهلكة للطلاب العلم دا مبتدأ وخبر اهضار الوقت يطفئ مصابيح المجد مبتدأ وخبر يبقى احنا بناخد رقم رقم آلف اهضار الوقت فإن الوقت من ذهب عشرة قال الشاعر وذي رحم قلمت اظفار ضغنه بحلمي عنه وهو ليس له حلم اعرف كلمة ذي الوردة في الشطر الاول يبقى اذا وجدت نكرة مجرورة في بداية الكلام وقبلها الواو فالواو هنا تسمى واو ربا وهي حرف جر شبيه بالزائد يبقى احنا هناخد مبتدأ مجرور لفظا وعلامة جره طبعا الياه لانه اسم من الاسماء الخمسة يبقى عشرة خدنا رقم جيم 15 قال الشاعر مر الظلام وأنت ملء خواطري ودن الصباح ولم أزل مشغولا بين نوع الواو في قوله وأنت ملء خواطري في الشطر الاول طبعا مر الظلام الظلام فاعل أنت ضمير منفصل محن رفع فاعل ملء خبر والجملة الاسمية من المبتدأ والخبر في محل نصب حال يبقى الواو والحال يبقى 11 خدنا رقم با 12 قال الشاعر ولا خير في من يوطن نفسه لا نائبات الظهر حين تنوب بين حكم تأنيس الفعل تنوب في البيت السابق طبعا هنا تنوب هي الفاعل ضمير مستتر ضمير مستتر يعود على جمع جمع مؤنس طبعا مجازي يبقى على طول أو جمع مؤنس لغير العاقل لغير طبعا هنا الفاعل ضمير مستتر يعود على جمع مؤنس لغير العاقل ففي الحالة دي يجب تأنيسه يجب تأنيس الفاعل مع الفاعل احنا بناخد اه اتناشر خدنا رقم رقم ايه رقم دان يجب التأنيس تلتاشر تأنى الرزين بفؤاده قبل ان ينطق بفيه صغم من الجملة بقى اسلوب تفضيل طبعا تأنى فعل ماضي خماسي ماضي خماسي مصدره تأني ما نفحش اناه ولا اشد تأني طبعا ما اشد تأني الرزين ده كده تعجب أنا عايزين تفضيل اه الرزين اشد اناه ما نفحش اناه طبعا المصدر مختلف اه ما نفحش نقول كمان اشد تأنيا لان احنا كده اه ما نفحش نقول اشد تأنيا هي طبعا اشد ايه تأني وفي الحالة دي طبعا هنا ده اسم التفضيل اه مكرة فيلزم ايه الاضافة يبقى بعده مضافي له يبقى نحن نقول تأنيا يحزف حرف العلو يعوض عنه بالتنوين لان الاسم الاسم نكرة منقوصة يبقى احنا بناخد رقم ايه رقم اليف الرزين اشد تأنيا يبقى الرزين مبتدأ اشد خبر تأنيا مضافي له مجرورة علامة جره الكسرة المقدرة اه والتنوين تنوين العوض اربعة عشر ما اروع ان يلتقي حكماءنا على كلمة سواء ضع عبارة ان يلتقي حكماءنا بعد تحويل المصدر من اول الى مصدر سريح في سياقة الجملة السابقة طبعا يلتقي الفعل يلتقي مصدره التقاء يبقى انا هنقول ما اروع التقاء وطبعا المصدر الكلمة بعده تكون مجرورة يبقى حكماءنا منفعش حكماءنا طبعا منفعش لقاء ولا تلاقي ولا ملقاء يبقى ما فيش غرركم باء التقاء وبعدين جاب لحكماءنا الهمزة مرسومة على نبرة لأنها مكسورة او لأنها طبعا مضاف لأنها مكسورة وطبعا الكلمة مضاف مضاف إليه عشر بين الجملة التي وردت بها كلمة مشتاق اسم فاعل اللهم مرزق كل مشتاق عودة إلى وطنه طبعا هنا لو قلت كل من يشتاق هنا طبعا ده كده فاعل ملاعب الصبع مشتاق الإنسان طبعا هنا اسم مكان مشتاق عهود الصبع مشتاق الإنسان ده اسم زمان دفع العودة إلى الوطن مشتاق الإنسان طبعا اشتياق ده كده مصدر ميمي يبا احنا خدنا رقم آلف الجملة التي وردت بها كلمة مشتاق اسم فاعل هي اللهم ارزق كل مشتاق عودة إلى وطنه شد أزر المحبين بين الصياغ الصحيح عند جعل الخطاب للجمع المؤنس المؤنس السالم طبعا عند اسناد الفعل المضاعف إلى نون النسوة يفق التضيف يبا شد يبا انا هنقول اجدد نا اجدد نا ازر المحبين يبا شد هنقول اجدد نا يفق يفق التضعيف عند الاسناد إلى عند الاتيام بالفعل المضاعف عند الاتيام بالأمر من الفعل المضاعف يبا يبا شد اجدد نا مد امدد نا رد اردد نا اتمنى ان شاء الله تكون استفدت معي لو عجبك الفيديو اعجاب وشارك الفيديو مع زملائك انتظرنا في القادم ان شاء الله